وترأس محافظ صلاح الدين اجتماعاً موسعاً ضم معاوني المحافظ للشؤون الفنية والخدمات والإعمار وقائم مقام قضاء تكريت ومدير الدوائر الخدمية والكهرباء والاتصالات وبلدية تكريت ونقش الاجتماع أهم المعويقات التي تسببت بتأخير البرنامج الزمني للمشاريع البنى التحتية والطرق الداخلية ومداخل المدن مع اتخاذ الأجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال التنفيذية وفق جدول زمني مكثف لاختزال الوقت كما تناول الاجتماع المهام التي أنجزت خلال الفترة الماضية والمهام التي يجري العمل عليها حالياً